علشان كده يا سيدي عايز اقول ان الاسرة يعني استلهما من كلام حضرت النبي الاسرة عاملة زي القلب قلب المجتمع اذا فسد فسد المجتمع كله زي القلب اذا فسد فسد الجسد وكله وعشان كده بقول لحضرتكم ان احنا لازم نفوت الفرصة دي على ابليس لان ابليس على فكرة مش هو اللي بيكمل القصة كانت دايما بنفرق للناس ما بين وسواسة ابليس وحديث النفس والامارة بالسوق قالوا اذا لقيت الحاجة جت ومشيت دي من عند ابليس لكن لو قعدت تتكرر لغاية ما تكبر وتكبر وتكبر في نفسك اعرف ان هي من نفسك الامارة بالسوق وعلى فكرة مش اي مشكلة تحصل نقول الحل في الانفصال لان اللي بيقولك الحل في الانفصال ده التحالف الجهنمي اللي هو تحالف مين تحالف الشيطان ونفسك الامارة بالسوق في تحالف كده بيبقى دايما الشيطان يرمي والنفس الامارة بالسوق تتلقف وتعظم وتعمل بقى ما تقوم به لان هي جلسة معاك تولي النهار وعشان كده ربنا حزرنا من ده كله وهو بيذكر لنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه قال كده يعني ربنا اخبرنا ان هما من اكتر الحاجات اكتر الادوار بيقوم به يا ابليس هو التفريق ما بين الازواج وبعض الازواج بيكون عندهم تحدي التغير بعد الزواج واللي بيخليهم يشعروا بالغربة بينهم وبين بعض وممكن بعض الازواج يعيشوا مع بعض سنوات طويلة جدا ويفضلوا برضو غرباء عن بعض وما يحصلش بينهم تطبيع ولا قرب ودول بيكونوا بيقى خصبة جدا 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 للشيطان وسهل جدا جدا يفرق بينه انا قلت لحضراتكم قبل كده ان الزواج والاسرة دي نعمة من اعظم النعمة اللي يا ربنا منع بيها علينا ومين قال ان زوجتك او زوجك ده عشان يبقى نعمة وتحس بانك انت راضي وانت معاه انه يبقى بالعيوب مين قال كده محدش قال كده خالص ومين قال ان انا بنحب بعض لما نكون من غير عيوب طب هو احنا نفسنا بلا عيوب ما احنا طلبين ان الناس تحبنا طب احنا ازا كنا نطلبين من الناس ان نحبنا مش كنا لازم نبقى من غير عيوب عشان الناس تحبنا الاول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر ده عشان يبقى الانسان يكون في حالة الاتزان الزواجي في حالة يسمعها الاتزان الزواجي الاتزان الزواجي يدفهم من حديث رسول الله سلم ويقول لا يفرقوا مؤمنوا مؤمنة ان كره منها خلقا راضية منها الاخر يبقى هو ده الاتزان مش الاتزان ان احنا نقبل فلانا بعيوبه لكن الاتزان ان احنا نعرف ان احنا بشر مش بنحب بعض لان احنا ملايكة احنا بنحب بعض لان احنا بشر وقدرين نعيش مع بعض وكلنا عارفين قد ايه الرجالة بتتدايق من عصابية الزوجات وبيشوفوا ده بينقص من كرمته ورجلتهم كمان لكن مثلا عشان تعرف بس ان ايه ازاي لما امتلأ الصحابة بانوار حضرة النبي انعكس ده على سلوكهم وعلى اخلاقهم فكانوا من اهل محسن الاخلاق حد يشك ان سيدنا عمر رجل جلد وشجاع وقوي لكن شوفه لما تعلم الاخلاق المحمدية تعلق اخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بقى حيا تاني علمنا شيء مهم جدا جدا لما جال رجل يشتكي له ان زوجته بترفع صوتها عليه فلما جيه خبط على الباب وخبط على الباب وجد سيدنا عمر زوجته بترفع صوتها عليه وهو بيعمل ايه سيدنا عمر هي بتعلق صوتها عليه فراجل راح ماشي وكان سيدنا عمر بيفتح الباب فقال له انت مش كنت عاوزني فقال له انت ردك قال له انطق يعني حاجة زي كده انطق فقال له انا جيت اشتكي لك من ان زوجتي مراتي بتعلي صوت علي لقيت حالك مع مراتك زي حالي فسيدنا عمر رد عليه وقال له غسلت ثيابي وبسطت منامي وربت اولادي ونظفت بيتي ولم يأمرها الله بذلك بل تفعله طواعية افلا اتحملها ان رفعت صوتها الكلام بقى مختلف تمام كده الكلام فين فهم سيدنا عمر ان رفعت صوتها ده بيعمل ايه رفعت صوتها ده بيقلب من كرمته محسش بكده خارس لكن في الاسف الشديد في الواقع اللي احنا بنعيشه بقى فيه تهديد كبير جدا جدا سببه للاسف الشديد حالة الصراع اللي احنا بنعيشها في حياتنا بعمة فبقى سمت كبير في حياتنا ان الصراع مركزي في حياتنا جيه بقى في المنافسة وجيه في حياتنا كلها وعلى فكرة ده جيه من سماء اساسية عندنا زادت قوي في عصرنا من سماء السماء اللي انا بكلمكم كتير عنهم هو فكرة زيادة الفردانية اللي ظهر على ضفافها بقى فكرة الاستقلال اللي اصبح في غاية التوحش مش استقلال اصبح عندنا زواهر زواجية في منتقى الخطورة مش بس عشان فكرة بس الاستقلال والاستقلال على فكرة الاستقلال رائع بس لما يكون في حالة اتزان لكن لما يوصلنا لاستقلال ده في بعض الاحيين ان احنا مع الفردانية ان احنا نحاول نعمل نوصل بزواهر خطيرة زي ايه زواهر انا بسميها زواج التجربة مسلا ايه زواج التجربة ده نتجوز نجرب بعض ما تبسطناش نطلق او بس ناسة الزواج ايه بقى الزواج عشان ايه منفعة ايه بقى المنفعة ايه نتجوز عشان ننتفع او ممكن يكون كمان الزواج ده زواج الترانزيت ان حد يتجاوز حد فترة كده وايطلقوا فالزواج اصبح صراع الزواج اللي انا ذكرتها دي بتبين ان الزواج اصبح في حالة تهديد وعلى فكرة الاسباب اللي انا ذكرتها والصور اللي انا ذكرتها وزواج اللي انا ذكرتها هي أحد أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق هذا الالتفاع المهول لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش في حد أكرم منه خلقا ولا حد يستطيع أنه يوصل إلى حكمة رسول الله ومع ذلك أي ومع ذلك إيه اللي حصل اختلفت زوجاته معه اختلفت زوجاته معه لكن السيدة عائشة وزوجاته أخدوا موقف لما حدثنا بيختلف معهم وحصل خلاف وده مش معناه أن واحد من الطرفين وده لازم نقوله دايما في الزواج أن الخلاف ما بين الزوجين ما يعنيش ما يعنيش خالص أن فيهم حد وحش وده شيء مهم نعرفه لكن الخلاف لو تحط في إطار أن احنا مختلفين في وجهات النظر هيبقى كل واحد فينا بيتعامل مع رأيه كأن وجهة نظر مش كأنه الحق والقيم والشرف والكرامة بتوسع الحكاية يا ساعتها والدنيا ما بنعرفش إن لمها ليه اتحطت في مكان ما يقدرش حد ما ياخدش موقف فيه قوي الزجون اللي بيرفعه كارت القرامة هو بنعرف أن فيه خلاف غير مفهوم والطرف ده بيرفع كارت القرامة لأنه كارت مقدس ومحدش هيقول لواحد خليك ترضى بالمهانة ولا ترضى أن كرامتك تداس فالزاكة وبيرفع كارت الكرامة عشان إيه؟ يسكت كل اللي إيه؟ اللي حواليه لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ استوصب النساء خيرا وقال عن المرأة أنها إذا بات وزوجها عن أراضي باتت مغفورا له إيه دا يعني إيه؟ يعني بلاش إحنا الاثنين للزوج ولا الزوجة يحط الخلافات اللي بينهم فجوات النظر على إيه؟ على قاعدة الكرامة ولازم نعرف إزاي نواجه بقى الشيطان وهو يريد أن يهدم حياتنا الأسرية فيه خمس مفاتيح مهمة تساعدك على مواجهة الشيطان لازم تتيقن أن الله بينك وبين شريك حياتك وجعل بينكم مودة ورحمة ربنا بيني وبين زوجتي فلما أجي أعملها أنا بعمل ربنا في زوجتي فزوجتي دا محراب وزوجي دا محراب وبنعمل ربنا فيه إذا لازم نكون مع الله سبحانه وتعالى في بيوتنا وفي علاقتنا الزوجية تاني حاجة لازم تعرف أن الحب مش كلمة وعلى فكرة حتى الحب مش حالة لأن حتى الناس اللي بيقولوا أن الحب حالة بيحصل لهم حاجة صعبة شوية أن الحب بيخلص بسرعة لكن الحب حياة بنعيشها وجزء من حياة الحب الصيانط فلما بنتجوز العلاقة مش هتمشي لوحدها ولا هتمشي ولا الحب هيستمر بالقصور الزاتي لا دا يحتاج إلى صيانة ولذلك من أراد أن يكون محبا صادقا فليصن علاقة الحب بالكلام والأفعال وكمان بالاحتواء وكمان بالامتنان الحب ما مش ممكن يعيش لو أن احنا ما حفزناش عليه وما دعمناهوش الحب لو ما تسقاش بيموت فلازم نسقيه نسقيه بايه؟ نسقيه بالأمان ونسقيه بالاحترام ونسقيه كمان بالاهتمام ونسقيه بالتأدير تالت حاجة لازم ندوم التعرف على شرك حياتنا كل يارا فكرة التعرف اللي احنا تعرفنا فيه قبل الجواز ده بس خلانا نتجوز لكن عشان نعيش متجوزين لازم نتعرف من جديد كل التفاصيل بقى الحب ايه بيكره ايه ايه الحاجة لو عملتها ادخل السرع على قلبه ايه الحاجة لو عملتها اخليه مزقطة كل ده مهم ويه الحاجة لنا لو عملتها حسسها بالأمان وحسسها بالاحتواء وحسسها ان هي الحمد لله في راحة وتنام وهي قريرة العين لازم تتعرف على شرك حياتك كل يوم انت بتتغير وهو بتغير انت بتندج وهو بتندج ولازم انتو الاتنين كمان تساعدوا بعضها على النضوك وده مش هيحصل غير لما كل واحد فينا يتحاور بصدر واسع ونكتشف من ساحات جديدة مع شركات حياتنا